سيادة اللي هو لو سمحتي لسؤال الأولاني هو الغرة دي الغرة إسرائيلية ولا غرة أمريكية زي ما قالت بعض المصادر ولا غرة مشتركة ولا إيه بالضبط والله يا فنم أنا يعني هو ما فيش بيانات واضحة عن كيف تمت هذه الغرة سواء كانت من إسرائيل أو سواء كانت من الأولادات المتحدة الأمريكية أو سواء كانت من السودان إنما المعلومات اللي يعني استطعنا إن إحنا نحصل عليها إن دي معلومات كانت حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية وإدتها لإسرائيل والاحتمال الكبير إن يكون إسرائيل هي اللي نفذت العملية طبعا بعلم الولايات المتحدة الأمريكية إنما الاحتمال الكبير هو إسرائيل أكتر من الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية نفت وقالت إن أنا ما يعني ما قمتش بهذه العملية وإسرائيل لمح رئيس الوزراء أولمرت في ذلك الوقت قال إن إحنا بنستهدف أي هدف قد يشكل تهديد لإسرائيل في أي مكان قريب أو بعيد مما يعني إن هي تنفذت بوصة إسرائيل طيب تنفذت إزاي تنفذت بطيران مقاتل حربي قازف ولا بطيرات من غير طيار ولا ممكن نقول إيه في ظل ضآلة المعلومات والله أنا من وجهة نظري هي بطائرات مقاتلة وفيه أنواع من الطائرات عند إسرائيل اللي هي الـ F-16 القازفة والـ F-15 اللي هي المقاتلة فأنا بتصور إنه هو تشكيل مكون من نوعين الطائرات الـ F-15 والـ F-16 وإنه هو الاحتمال إنه هو يعني من اتجاهين إما قامت من إسرائيل وقامت بالعملية على شمال السودان أو قامت من قاعدة الأمريكية الموجودة في جبوتي لأنه فيه في جبوتي قاعدة أمريكية وقاعدة فرنسية الاحتمال الأكثر إنه يكون طلعت من قاعدة جبوتي الأمريكية وقامت بقصف هذا الهدف في شمال السودان اللي التقديرات بتقول إنه هو في حدود 420 كيلو متر شمال بور سودان في اتجاه الحدود المصرية ما فيش برضو ترجيح إنها هل الطائرات دي ممكن توصل من إسرائيل للمنطقة الضرب مباشرة وترجع؟ والله إسرائيل أستاذي عندها بتمتلك أو الولايات المتحدة الأمريكية مديها طائرات لتموين مثل هذه الطائرات من الجو ولو إن برضو فيه كان احتمال إن هي اللي قام بهذه العملية هي طائرات بدون طيار إسرائيل بتمتلك من أحدث الطائرات اللي موجودة في العالم اللي بدون طيار والبيانات الأخيرة قالت إن هي بتمتلك نوع من الطائرات فيه ميزة إنه هو بيطير لمدة حوالي 24 ساعة فلو قونا سرعة الطيارة ممكن تكون في حدود 300-400 كيلو المسافة تقريبا من إسرائيل أو سواء كان من جبوتي إلى الهدف اللي تم قصفه حوالي 1400-1500 كيلو فممكن الطائرة اللي بدون طيار دي تكون طارت لمدة أربع ساعات إلى أن وصلت إلى الهدف وممكن تبقى فوق الهدف مثلا ساعة أو أكثر أو أقل وتعود في أربع ساعات ففي كلا الحالات سواء كان تم استخدام طائرات مقتلة أو سواء كان تم استخدام طائرات بدون طيار فإسرائيل بتمتلك كلا النوعين من الطائرات وإحنا بقى بنمتلك إيه سيادة اللي هو؟ يعني إحنا في السودان مثلا ما قدرناش نرصد الطائرات دي جاي منين إحنا في مصر مثلا وبيقال إنه المنطقة دي زي ما حدرك قلت إنه قريبة من الحدود المصرية ما قدرناش نرصد أي حركة أو ما كانش فيه أي حركة؟ هو بس برضو أضيف للكلام اللي قلناه أستاذي إن إسرائيل استطاعت إن هي في السابق تصل إلى تونس واستطاعت أن تصل إلى العراق وقصفت أهداف فيه وقامت بعمليات قبل كده في مناطق بعيدة عن إسرائيل حدرك بتقول لي إحنا بنمتلك إيه؟ إحنا لو بصينا على الخريطة بدقة بنجد إن هي سواء كانت من قامت من إسرائيل أو سواء كانت قامت من جبوتي فلو قامت من إسرائيل هي من المفترض بتمشي في خليج العقبة إلى أن تخترق المنطقة اللي هي جزيرة تيران وسنفير ودي طبعا عرض الخليج في المنطقة دي بتصور يعني ما يزيدش عن 20-25 كيلو وبعدين بتمشي في وسط منتصف البحر الأحمر ما بين طبعا الحدود السعودية وما بين الحدود المصرية في منتصف البحر إلى أن تصل إلى السودان المسافة دي تقريبا إحنا بنقدرها في حدود 1500 كيلو اللي برضو لو قامت من جبوتي هيبقى المنطقة اللي بتطير فيها برضو من فوق البحر الأحمر مباشرة والتأسير برضو في منتصف البحر في مواجهة سواحل إيرتريا وإلى أن تصل إلى الهدف في شمال السودان يعني أنا بتصور أن من المفترض الدول اللي موجودة في غرب الطريق أو في شرق الطريق المدى ما بين الطيارة لو مشت في هذه الطريق ده سواء من الشمال أو الجنوب لن تبعد عن الحدود المصرية أو الحدود السعودية في الشرق أو اليمنية والإيرتريا في الجنوب عن مثلا 100-150 كيلو فمن المفترض أن نديف مرمى الرادارات وتستطيع هذه الرادارات في هذه الدول إذا كانت إسرائيل ما أمتش باستخدام أنواع من الإعاقة على الرادارات الموجودة في هذه المنطقة بحيث ما ترسلتش هذه الأداف وده طبعا إسرائيل بتمتلك من هذه النوعية معدات حديثة سواء كان تصنيع محلي أو سواء كان تصنيع بتديل ولايات المتحدة الأمريكية أو دول غربية إلى إسرائيل حضرك بتسألني ماذا نمتلك يعني إحنا أنت حضرك عارف أن بالنسبة لمصر طبعا ممكن نقول أن في رادارات موجودة في منطقة الساحل أو في منطقة أخرى قد تكون رصادتها إنما ما كانش يخطر ببال حد من سواء المصريين أو السعوديين سواء كانوا في جانب البحر الأحمر أو في جانب الآخر أن هي دي طائرات أيمة لخصف منطقة في شمال السودان أو بتقوم بعملية عسكرية قد يكون طائران عادي يعني ممكن ما يكونش واخدين الشك في أن مثل هذه الطائرات ستقوم بقصف هدف في شمال السودان سيدة لواجة بالمظلوم شكرا جدا لهذا الحديث شكرا جدا شكرا جدا بالرغم من كل التفاصيل دي فبرضو التفاصيل مش هي اللي مهمة اللي مهمة أولا أن الغارة حصلت من شهرين وعرفت بيها حكومة السودان أظن من شهرين ليه بقى جورنال أمريكاني هو اللي ينشر الخبر ليه حكومة السودان تغطي على الواقع امتى حتبطت حكومتنا العربية عادتها القميئة في التعمية والتسطر على الأخبار امتى حتوب عن حجب الحقائق عن الرأي العام ده أولا وقبل أولا إزاي توصل عربدة إسرائيل النهاردة إلى أجواء السودان ولا إزاي أمريكا تحذر السودان قبل ما تقوم إسرائيل بالغارة توجه إنذار يعني توجه إنذار للسودان مش تحذير وعمل إيه السودان يوم الإنذار بلغ الدول العربية الشقيقة ولا لأ إزا كان لأ لأ ليه وإزا كان عملوا إيه الأشقاء الأعضاء في معاهدة الدفاع العربي المشترك عشان يحموا السودان من الغارة ثم إزاي الغارة دي تحصل في منطقة على حدود السودان مع مصر إزاي فاتت إزاي الطيرات دي إزا كانت فاتت في أجواء مصر ولا رحت على حدودها مع السودان منين من البحر الأحمر زي ما كان بيقول اللي هو جمال مظلوم ولا من حتة تانية كده ولا كده كانت فيه مصر بكل ما عند مصر من إمكانيات إزاي الإصطة دي من أولها لأخيرها تحصل النهر ده طيب أغارت إسرائيل على المفاعل النووي العراقي دي كانت الغارة دي من ربع قرن ما تتبهناش وقتها ماشي أغاروا بعدها على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس قلنا يعني كانوا حيقدروا الإخواننا يعملوا إيه ماشي رجعت أغارت من سنة ونص على سوريا على موقع روجه إنه بيتبني فيه مفاعل مفاعل نووي وقتها قلنا كانت مفاجأة غير متوقعة لأنه المبنى له نووي والعسكري أصلا طيب ماشي إنما إيه هتبقى عادة دي ولا إيه وإزاي يضربوا وزي ما هم عايزين وإحنا بس نفضل نبغبغ نفضل نشتكي وما اكتفوش بالضرب دول كمان بيهددونا بغارات ممثلة في أي مكان في أي مكان إزاي ممكن حد النهاردة يصدق إعلان الدوحة وهو بيدعو إلى رؤية استراتيجية لموجهة تحديات الأمن العربي إزاي نصدق الإعلان لما في الوقت اللي كان فيه بتكتب كانت بتنكشف أخبار الغارة على السودان إزاي نصدقوا الأمن القوم العربي زي ما بيقول عبدالباري عطوان مستباح عملوا إيه العرب عشان يحموا السودان مش عشان يحموا البشير مهما كان ده مهم يحموا السودان وغير السودان عملت إيه القمة عملوا إيه بتوع القمة بتوع القمة بتوع الدفاع المشترك بتوع الأمن القومي بتوع القرار العربي بتوع المشروع العربي بتوع البتاع